في برنامج دردش مباشر مستمرين إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى من أجل دفاعا من دون الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعت الشيعة الاثنى عشرية أحبات الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من الله بإمامة علي بن أبي طالب يعني إيه إمامة علي إن علي بن أبي طالب يكون هو الخليفة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو بوحداشر من أبناء يعني اثناشر إمامة وهنا عارفين فكرة الإمامة وكيف تطورت فكرة الإمامة ولكن الموضوع للنهاردة النبي يقول لك نفسه مرة في الغدير ومر في حديث الضار ومر في كذا ومر في كذا ومر في كذا المهم أن علي نصبه من النبي صلى الله عليه وسلم بخير عشرين ألف مرة ده على ادعاءة الشيعة أنا أسأل اليوم هل وعد النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالخلافة من بعده مباشرة الإجابة نعم أو لا جودتيني واحدة من الاتنين هدخلك في الحياة فاحذر من الإجابة بي أن إجابته فخ نعم فخ لا فخ في أسرح من كده معكم والله أنا صريح جدا هسبت لكم النهاردة بالدليل والبرهان أنه كنت عمركم مفكرة ومعندكوش عقلية المفكر اللي هو يتأمل وتمعن في النصوص وفي الأدلة وفي البراهين ولكنك أنت مقلد أعمى فقط للملال والمراجع بدون أن تبحث عن الحقيقة يا صديقي الشيعة تلما دي جي النهاردة وتقول أن علي بن أبي طالب نصب بالإمامة من النبي صلى الله عليه وسلم طبعا وإطرام نصب من النبي إذن نصب من الله طيب أنا بأتأل سؤال دايما محيرني بأتل كرام هو ليه تحققت قعود النبي صلى الله عليه وسلم في ما هو أدفه من ذلك بالنسبة للإمام ولم تتحقق بكرة الإمام أنا عادة تفكر كشيعي قبل ما تجاوبني على السؤال اللي هو الفخ اللي احنا قلنا عليه السؤال بتقول لي أن النهاردة نصب الإمام وقال أنت خليفتي ووصي وزيري من بعدي ولكن لقينا أن الأمور مثلا أن النبي عندما وده سؤال أنا طرحته من سنتين لماذا أعطى النبي مفاتيح الكعبة لبني شيبة ولم يعطيها لعلي بن أبي طالب تحقق هذا الوعد ولم يختلف عليه سنين من بعد وفاة النبي محدش مجاش أبو بكر قال لك لا نحن أولى بمفاتيح الكعبة ولاجي عمر قال لك لا نحن أولى بمفاتيح الكعبة ولاجي عثمان قال نحن أولى بمفاتيح الكعبة صح أو ليس صح في رقم واحد كيب إذن تحققت بشرة تحققت بشرة النبي في قتل الحسين وفي قتل علي تحققت بشرة النبي في كثير من الأمور تحققت عود النبي في فتح بلاد فارس عندما قال لسراقة ماذا أنت صانع يا سراقة وفي يديك أساور كسرة تحقق هذا الوعد طب هنا عندما هل النبي وعد عليه بالخلافة من بعدك أنا عايزك تفكر قبل ما تجاوه تمام عايزك تفكر قبل ما تجاوه على سؤالي